قال وزير الخارجية خارجية إسرائيل إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي يعمل بشكل مكثف منذ الليلة الماضية في مخيمي اللاجئين جنين وطول كرم لإحباط البنية التحتية الإيرانية التي أقيمت هناك على حد قوله أضاف كاتس أن إيران تعمل على إنشاء جبعة شرقية ضد إسرائيل في الضفة الغربية على غرار نموذج غزة ولبنان وذلك من خلال تمويل المسلحين وتهريب الأسلحة المتطورة من الأردن على حد قوله من رمالة ينضم إلينا مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان عبد الحفيظ أهلا بك لو تشرح لنا الوضع على الأرض أين تتركز هذه العملية العسكرية الإسرائيلية الأوسع منذ 2002 ضحائض ما قررنا ما يحدث الآن في المدن الفلسطينية وما حدث سابقا من اقتحامات الأمر مشابه تماما ولكن الفرق هذه المرة أن الاقتحام جاء لعدة مدن معا وليس لمدينة واحدة الجيش الإسرائيلي مثلا في جنين في كل مرة هذا ما يحدث دائما يقتحم المدينة يحاصر المستشفيات الرئيسية ثم تدخل الجرافات وتقوم بمحاصرة المخيم والبدء بهدم بعض الشوارع والطرقات داخل المخيم وعادة ما تحدث الاشتباكات والتفجيرات في بداية الاقتحام الإسرائيلي ثم يتحول الأمر إلى ملاحقة ومحاولة استدراج من قبل القوات الإسرائيلية لبعض المقاتلين الفلسطينيين لقصفهم بالمسيرات هذه المرة الفرق أن فرقتين إسرائيليتين تشاركان في هذا الهجوم وأن الهجوم لا يقتصر فقط على جنين ومخيم جنين وأنما أيضا طول كرم ومخيم نور الشمس في طول كرم وأيضا طوباص ومخيم الفارعة في طوباص ويمكن أن يمتد إلى مدن أخرى وأن هناك عدد كبير من الطائرات المسيرة والمروحيات وعدد كبير من الجنود الإسرائيليين يشاركون في هذا الهجوم صحيح وهناك استنفار للجيش لألاف الجنود وكنا نتابع معك عبد الحفيظ على مدار العشرة أشهر الماضية اقتحمات مماثلة في الضفة الغربية ولكن ما الذي استدعى عملية إسرائيلية عسكرية كبيرة بهذا الحجم؟ نعم هناك موجة من التحريض ربما إذا جاز التعبير أو التشجيع على هذه العملية كانت في الإعلام الإسرائيلي واتهي لها منذ نحو أسبوعين على خلفية عملية التفجير جنوب تل أبيب وعلى خلفية بيان من كتائب عزدين القسام لعودة العمليات التفجيرية داخل إسرائيل كان هناك خشية من أن تعود هذه العمليات وتذكرين عمليات تفجير البساط في الكدس وتل أبيب وكان هناك دعوات بأن تقوم القوات الإسرائيلية بعملية كبيرة أمنية في الضفة الغربية لملاحقة تحديدا مشاغل تصنيع المتفجرات التي بدأت تتطور شيئا فشيئا وأصبحت هذه المتفجرات تشكل ضررا كبيرا على إسرائيل وهذا ما تبرر إسرائيل به عمليتها الحالية في الضفة الغربية بينما يقول الفلسطينيون أن هذه العملية لا يمكن أن تخرج من سياق ما يجري في قطاع غزة وأنه مخطط كبير يستهدف الكيان الفلسطيني برمته ويستهدف إخلاء بعض المناطق الفلسطينية ويستند بذلك إلى ما قاله صراحة وزير الخارجية الإسرائيلي من ضرورة إفراغ بعض المخيمات الفلسطينية من الساكنين وبعض المدن وإتاحة الفرصة لقدم مزيد من الأرض وإخلاء بعض المدن وحتى الكرة الفلسطينية ومنحها للمستوطنين وتقول السلطة الفلسطينية أن الأمر مدبر أصلا وفي مخطط يجري في إطار مخطط واسع يشمل غزة والضفة الغربية والقدس كان هناك معلومات وكما قلت عبد الحفيظ هناك يعني تحيط القوات الإسرائيلية بجميع المستشفيات في هذه المخيمات هل مزالت تطوق هذه المستشفيات يعني ضعنا في صورة ما الذي يحدث؟ نعم فورا يعني بدء هذه العملية العسكرية الكبرى المركبات العسكرية الإسرائيلية حوطت وحاصرت المستشفيات الرئيسية في مدينة جينين وفي طول كرم وأيضا في طوباص وكان هناك بيان من وزارة الصحة الفلسطينية تدعو الأطباء لعدم الانصيع لأوامر الجيش الإسرائيلي وإخلاء هذه المستشفيات إن حدث أمر بإخلاء لأن كان هناك انذرات بإمكانية إخلاء هذه المستشفيات إسرائيل تتذرع بأن المستشفيات باتت ملاذا لبعض المقاتلين الفلسطينيين الذين يهربون إليها أو تريد وقف سيارات الإسعاف بذريعة أنها تنكل بعض المسلحين وبالتالي ما زالت محاصرة هذه المستشفيات وما زالت خطر إخلاء هذه المستشفيات موجود ولكن الأمور حتى هذه اللحظة ثابتة هناك حصار لهذه المستشفيات ولكن لم يدخل الجنود إلى داخل هذه المستشفيات نحن نتحدث عن استنفار الجيش لألاف الجنود من وحدات خاصة ما نوع هذا الاقتحام شكل هذا الاقتحام ما الذي تحاول وكيف تحاول إسرائيل أن تتوسع داخل الضفة الغربية نعم ضحي إسرائيل أصلا موجودة داخل الضفة الغربية وكما قلت هذه المدن تتعرض لعشرات الاقتحامات المشابهة بشكل أسبوعي ولكن هذه المرة ربما هناك أيضا شكلا استعراضيا عندما قامت بعملية إنزال جوي تحديدا كرب مخيم الفرعة في طوباص وأيضا العدد الكبير من الجنود الإسرائيليين الذين ينتشرون داخل المدن وكأن في ذلك رسالة ربما أيضا سياسية بأن إسرائيل قادرة على إعادة بسط سيطرتها بشكل كبير جدا داخل المدن الفلسطينية ونتحدث أيضا إضافة للوحدات الخاصة الإسرائيلية والجيش والمستعربين نتحدث أيضا عن غطاء جوي كبير جدا سواء من المسيرات الإسرائيلية أو الطائرات الانتحارية الإسرائيلية أو المروحيات التي ترافق هذا الهجوم الإسرائيلي أو الاقتحام الإسرائيلي الكبير للمدن الفلسطينية شمال الضفة الغربية لو تعطينا تحديث عبد الحفيظ لعدد القتلى عدد المعتقلين عدد المصابين في هذه العملية الكبيرة نعم أبرز الضحايا سقطوا خلال الليل عندما استهدفت طائرات مسيرة إسرائيلية مركبة فلسطينية كان ينتقل بها بعض الشبان جنوب مدينة جنين أدت إلى مقتل خمسة شبان فلسطينيين وأيضا كان هناك عملية استهداف أيضا بالطائرات لمجموعة من الشبان في مخيم الفرعة أدت إلى مقتل أربعة فلسطينيين هذه الجثمين التسعة نقلت إلى المشافي وبالتالي أعلنت وزارة الصحة بشكل رسمي عن تسعة ولكن وفق مصادر محلية وأيضا محافظة منطقة الفرعة وطول كرم قال أن هناك احتمال أيضا لوجود عدد أكبر من الضحايا داخل هذه المخيمات تحديد مخيم نور الشمس أو مخيم الفرعة ولكن بسبب الطوق الإسرائيلي والأمني الكبير على هذه المخيمات يتعذر نقل حتى الآن جثمين هؤلاء هناك عشرة جرحة داخل نقل للمشافي وضحى أيضا حتى الجرحة والضحايا نقل من جنين إلى طباص لأن إمكانية نقلهم إلى جنين مستحيلة بسبب إغلاق المدينة ومحاصرات المستشفيات وبالتالي العدد ليس ثابتا ولكن الرسمي تسعة ضحايا وعشرة جرحة هؤلاء موجودين داخل المشافي حتى هذه شكرا جزيلا سنبقى في متابعة معك لكل جديد مرسل الحدث عبد الحافيض جعوان كنت معنا من رمالله شكرا جزيلا من القدس ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي زياد أهلا بك إذن كنا نتابع معك ومع الزملاء في رمالله هذا تصعيد في الضفة الغربية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ما الجديد الذي تسوقه إسرائيل لتقوم بعملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في الضفة الغربية صحيح هذه العملية كبيرة نسبيا لا أدري إن كانت الأكبر منذ العام 2002 أو لا ولكنها كبيرة بكل المقييس تشارك فيها فرقتان من الجنود وتركز على المخيمات في شمال الضفة الغربية المحتلة الواضح بأن هناك الآن محاولة لاستغلال الحرب على قطاع غزة والحديث عن تعدد الجبهات الدائم من إسرائيل للقيام بعملية واسعة في المخيمات الفلسطينية تحديدا يمكن أن نسمي هذه العملية الحرب على المخيمات الفلسطينية للاجئين في الضفة الغربية قد تتدحرج إلى أماكن أخرى ولا تبقى ربما في المخيمات الثلاثة في طول كرم وفي جنين وفي طوباس عمليا كما يحدث منذ صباح هذا اليوم بطبيعة الحال التبرير الإسرائيلي هو أن هذه المنطقة تحديدا تصدر عمليات ضد الجيش الإسرائيلي وضد المستوطنين في أنحاء الضفة الغربية وأحيانا في الداخل وربما التبرير الأخير الذي ساقته إسرائيل كان العملية التفجيرية في تل أبيب وتهديد حماس بأن العمليات التفجيرية في قلب المدن الإسرائيلية ستستأنف بسبب الحرب على قطاع غزة بطبيعة الحال بالنسبة لإسرائيل الخروج ومن الضفة الغربية تحديدا لهذا تحاول أن تبرر هذه العملية واسعة النطاق على الطريق إلى ذلك أيضا بالنسبة لنتنياهو هذا معطى مريح جدا لأن هناك مطالبة دائمة من وزراء مثل سموتريج وبنكفير بضرورة تدمير المخيمات الفلسطينية رأينا اليوم أيضا الوزير الإسرائيلي ووزير الخارجية الإسرائيلي كاتس يدعو إلى إجلاء الناس عن المخيمات وتدمير البنية التحتية كما تفعل إسرائيل في قطاع غزة قد يكون هذا العنوان لهذه العملية بشكل أو بآخر رغم أن تصريحات كاتس طبعا بخصوص إيران أيضا وجبة إيرانية وما إلى ذلك تأتي أيضا لأن هذا الوزير وهو ربما من المنافسين لنتنياهو على زعامة الليكود لاحقا يبدو مهمشا في الأشهر الأخيرة من قبل نتنياهو وتصريحات كهذه تحتل عنوين في إسرائيل لكن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة هي منذ أكثر من عشرة أشهر لماذا الآن تصريحات الإسرائيلية كما تقول تتحدث عن بنية تحتية إيرانية في الضفة الغربية وليس مثلا على قطاع غزة لماذا هذه التبريرات كما تقول إسرائيل يعني وحسب المعلومات حول بنية تحتية إيرانية في الضفة الغربية هذا أيضا جزء من الخطاب الإسرائيلي في السنوات الأخيرة قضية إيران والتي أسس لها قبل عشرين عاما بن يمين نتنياهو تحديدا في كتابه ومنذ ذلك الحين هذا هو التبرير الأساسي لأنه كما يقول المعارضون في إسرائيل من الأسهل على حكومة اليمين بعدما حدث في السابع من أكتوبر من فشل غير مسبوك منذ إنشاء إسرائيل هو أن تقول بأن هناك قوى إقليمية كبرى خططت ونفذت هذا الأمر من أن تقول بأن فصيلا لا يملك دبابة أو طائرة فعلى ذلك وبالتالي هذا قد يكون في هذا الإطار لكن دائما قضية إيران إسرائيل بشكل شبه أوتوماتيكي في كل الجبهات التي تفعل ضدها هي تقول بأن إيران تحاول أن تحاصرها ونجحت في السنوات الأخيرة بحزام ناري من لبنان من خطاع غزة من العراق وسوريا وكذا أيضا من اليمن عبر الحوثيين هل هناك ربط كالعادة بتصعيد كبير يتزامن مع جولة جديدة من المفاوضات أو بدء مفاوضات جديدة عادة حينما تكون هناك مفاوضات جديدة أو جولة جديدة من المفاوضات يسبقها تصعيد ما في فلسطين هناك من بين المراقبين من يقولون أن الأمور تبدو أكثر بأنها محاولة بين مزدوجين استغلال الظرف الراهن أقصد بذلك الحرب على قطاع غزة ربما لتغيير الواقع المعطة دراماتيكيا في الضفة الغربية من قبل الإسرائيليين من خلال قضية الهجوم على المخيمات وتعزيز الاستطام بشكل غير مسبوخ في الأشهر الماضية وما إلى ذلك قد يكون هذا جزء كبير مما نراه الآن عبر قرارات المستوى السياسي للإشارة أيضا هناك ثلاثة أضعاف في الضفة الغربية ثلاثة أضعاف في القوات التي في قطاع غزة لأن هذه الجبهة ببساطة هي أكبر بكثير وأكثر تعقيدا بكثير من قطاع غزة شكرا جزيلا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي كنت معنا من القدس ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة